وود أن أطرح مسألة ليست من باب الفذلكة وإنما هي ضرورة وقد نحتاج إليها ما حكم صلاة الرجل الأمي رجل الأمي لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب ولا يستطيع أن يحفظ صورة الفاتحة ولا يستطيع ولا يقدر على تعلمها ما حكمه وهو يريد أن يصلي ومحافظا على الصلاة ما حكم من لم يقدر على حفظ الفاتحة هتقول له وفي حد ما يقدرش فيه يا سيدي في أمي لا يقدر وهذا والله الذي لا إله غيره رأيناه بأعيننا وسمعناه بآذاننا وكنت أقول لأولادهم هل سأترك الوالد لا تشق عليه طيب ماذا أصنع هو يريد أن يصلي إن كان يحفظ سبع آيات من القرآن أي سبع آيات كان يحفظ سبع آيات من القرآن من أي صورة ربما تقول يعني حفظ سبع آيات وشق على أن يحفظ الفاتحة هذا وارد هذا وارد يقرأ بهذه الآيات التي معه مكان الفاتحة هذا مذهب الشفعي هذا مذهب الحنبلة والعجيب أنه اختيار شيخين الكريمين رحمهم الله وتعالى الشيخ بن بازو الشيخ بن عثمين من لم يستطع أن يحفظ الفاتح ومن لم يقدر على تعلمه إن كان يحفظ أي آيات أخرى من القرآن فليقرأ به مكان الفاتح وصلاته صحيح استدلوا على ذلك بماذا بما راه أبو داود والترمذي والنسي وابن خزيمة بسند صحيح عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله خلي منك الروادي جميلة أوي 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 كلها رحمة كلها رحمة قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم قم يعني إن كنت تحفظ أي قرآن أقصد أي آيات فإن كان معك قرآن فاقرأه اسمع الجملة الأخرى دي وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبر ما كان القرآن الحمد لله لا إله إلا الله فالله أكبر الحمد لله لا إله إلا الله فالله أكبر ما كان القرآن نعم هذا هو الرحمة المهداة والنعمة المزداة لا تعسير ولا مشقة ولا تعنت ولا تكلف ولا حرج بل هو التسير بل هي الرحمة بل هو التخفيف قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأه وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبره فإذا ركعت فاركح حتى تطمئن ثم ارفع رأسك فاعتدي القائمة ثم اسجد فاعتدي الساجدة ثم ارفع رأسك فاعتدي القاعدة حتى تقضي صلاتك فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت من ذلك شيئا فإنما انتقصت من صلاتك حديث جميل أوي وأيضا علماؤنا قالوا قراءة الفتحة ركن من أركان الصلاة قد بينا ذلك فيجوز أن ينتقل في من هذا الركن عند العجز عن القيام به إلى بدل منه أو بدل عنه كما بينا في حكم القيام مثلا القيام ركن لكنه يسقط عن العاجز فيصلي جالسا أو قاعدا إن لم يكن قادرا على القيام أو حتى إن كان قادرا على القيام لكن بمشقة تتعبه وتؤلمه يصلي جالسا وقد بينت ذلك بفضل ربنا جل وعلا فجوز أن ينتقل من هذا الركن عند العجز عن آدائه وتحقيقه إلى بديل إلى بدل منه أو عنه كما بينا في حكم القيام